ويعلق الكاتب مؤيد عطوان في مقال له بعنوان مجهول المالك في فقه السيد محمد الصدر في موقع كتابات بتاريخ 20 حزيران 2017 بما يلي يقول أن أحكام مجهول المالك سارية المفعول ومطلقة وليست مقيدة بدولة معينة أو مكان معين أو زمان معين لحين ظهور دولة الحق المنتظر أرواحنا لمقدمه الفداء عندها يكون بيان الأحكام الشرعية للإمام المهدي نفسه التي تمثل الشريع الواقعية التي يعلمها عليه السلام بعلمه اللدني كما لا يخفى يبدو الأخ هو أيضا يعني مقلد للمرجعية أو من أتباع السيدة الصدر ويبدو أن هذا الموقف من أموال الدولة واعتبارها مجهولة المالك قد لعب دورا كبيرا في ظاهرة النهب العام لأموال وممتلكات الدولة العراقية الصدامية عند السقوط نظام صدام عسين عام 2003 وشوف نشلها الناس كانوا ينهبون كل شيء في الوزارات حتى المواد النووية نهبوها أيضا والكعكة الصفراء وما بعد ذلك أيضا استمروا عملية النهب استمرت مع الأسف الشديد في النظام العراقي على يد الذين يدعون الإسلام وتديون والشرع بفتاوى تشرع نهب الأموال العامة وهذا من أهم أسباب الفساد وتعطل مشاريع الدولة الحيوية واللعب في الوزارات وأيضا مسمى الهيئات الاقتصادية لكل حزب عنده هيئة اقتصادية يعين وزير في وزارة الوزير المقاولات والكومشينات كلها تيجي إلى هذه الهيئة الاقتصادية وهذا أسسها بريمر سمح لهم بأن كل حزب عنده هيئة اقتصادية يجني من الوزارة ويستفيد تجارة صارت للوزارات بعدين نقول لي ماذا البلد ضاع والمشاريع كلها معطلة والكهرباء صار 20 سنة ما محلولا وقد أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى محمد الصدر فتوى مشابهة لفتوى والده بالرغم من أنه لم يؤمن حتى الآن حيازته على درجة الاجتهاد لا يقول أنا مجتهد ولكن أحيانا يفتي بناء على فتاوى والده فقال جوابا على استفتاء من أحد أتباعه وسمى رياض حنون يقول فيه هذا الأخ رياض حنون يقول ظهر في الأون الأخيرة عند البعض التداول بالأمن الصعبة يعني اللعب بالأمن الصعبة حيث يشتري جواز السفر واحد عنده جواز السفر يقول أنه سافر يروح للوزارة يحول أموال من دينار العراقي إلى الدولار لأنه سافر برا فهو يشتري الجواز المالي بسعر 10.000 دينار مثلا 10.000 دينار لا شيء عني ويقوم هذا الشخص باستلام مبلغ من المصارف الأهلية مقابل الجواز يقولون أنه سافر هذا الذي سافر 5.000 دولار يعطوه فما رأيي سماحتكم وهذا ينزل لبجيرة بعد يوم يسافر أيضا ويأخذ يشتري جوازات من الناس يقولون يجبوا جوازكم قلتوا ليش ما مسافرين عندك جواز قطينا الجواز أنا أطلع فلوس من البنك أطيك 10.000 دينار ويأخذ 5.000 دولار مقابلة فما رأييي سماحتكم في العمل في هذا المجار نستغل وطلع فلوس وعلى باب الله يعني التجارة حلوة وشرعية حلال يعني أموال مجهولة المالك هذه فكان جوابه كما يليس مقتد الصدر باسمه تعالى أموال مجهولة المالك راجع الحاكم الشرعي حتى تخمسها يعني حاكم الشرعي من هو الآن مثلا كل واحد يقول لك أنا حاكم شرعي التوقيع والختم مقتد الصدر واحد محرم الحرام 1425 قبل حوالي 15-16 سنة يعني أو أكثر وقد نشرت هذه الفتوى في منتدى جامع الأئمة الثقافي منتدى جامع الأئمة الثقافي كسم آل الصدر النجباء بيانات واستفتاءات السيد القائد مقتد الصدر نصره الله الأموال المجهولة المالك استفتاء بتاريخ 6-11-2013 هذا أيضا تبع لفتوى السيد محمد الصدر السيد مقتد نفس الشيء يعني محلل هذه العملية وقد طور أحد تلامتة السيد